مفاهيم مغلوطة عن الصليب هذا موضوع الحلقة اليوم أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع طبعا في هاي الفترة الزمنية بهاي الفترة عم نتكلم عن أسبوع الألام واليوم عوزين نتكلم عن مفاهيم مغلوطة عن الصليب ويمكن كان عنا في حلقة مضت أنا تكلمت فيها أنه برضو حتى يعني بعذر حتى كتير من أحبائنا المسلمين اللي مش فاهمين فكرة الصليب لأنه حتى تلاميذ المسيح لم يكونوا مدركين فكرة الصليب وأن الصليب لعني وأن الصليب عثرة وهكذا حتى لما المسيح لأول مرة تنبأ عن الهدف والغرض من مجيءه أنه سيذهب إلى أورشليم وهذه الكلمات كانت في قيصرية فليبوس بعد الإعلان العظيم للرسول بوتروس أنت هو المسيح ابن الله الحي ابتدأ يسوع يتكلم عن الغرض أنه سيذهب إلى أورشليم وسيسلم إلى رؤساء الكهنة وسوف يقتل وفي اليوم التالت يموت وطبعا هذه الفكرة لم يعني يستحبها الرسول بولوس فأخذ المسيح جانبا وابتدأ يعني كأنه بدي يوبخ المسيح فالمسيح لا أعطى ولا أخذ من الآخر جابها معاه قال له أبعد عني يا شيطان حتى في فترة أيام المسيح مثل ما ذكرت توما ما كانش عنده الإدراك عن صلب المسيح حتى التلميذ لم يصدقوا حتى تلميذي عمواس كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدئ إسرائيل وهكذا يعني أفكار مغلوطة ولكن أحبائي المسيح جاء لهذا الغرض المسيح تجسد سر التجسد والمسيح مات من أجل خطيانة وأقيم طبعا لأجل تبريرنا حتى يعطينا حياة أبدية هذا هو السر الفداء فأنا أدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة ونتعرف على بعض الأفكار المغلوطة أو المفاهيم المغلوطة حول موضوع الصليب ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اهلا عزائنا المشاهدين بدون إطالة الحديث يسر أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور هو مش ضيف هو صاحب مكان أخ وصديق حميم لي شخصيا وخدم معنا مرارا وتكرارا على برامج ليكن نور على البث المباشر بحب أقدم لكم الجسيس ثابت مجلي أهلا وسهلا جسيس أهلا وسهلا جسيس نزار أنا بشكرك من أجل دعوتك الرائعة ودايما بتشرف أن أكون معاك وبشكر كمان بصلي من أجل المشاهدين برنامج ليكن نور أن الرب يدينا نعمة وتكون حلقة مباركة وتكون لمجد اسم المسيح أمين جسيس ثابت طبعا أنت رجل خادم مخضرم لك سنين في الخدمة عدا عن خدمة الميديا اللي بتقوم فيها على القنوات الفضائية أنت كمان مؤلف ومعلم للكتاب المقدس مع أنه بالماضي احنا تناولنا يعني موضوعات شبيهة لنفس الموضوع اللي تحدثنا عنه ولكن على ما يبدو في كل عصر في كل جيل لازم نكرر أو نعيد الموضوع لأنه دايما بيتكرر نفس السؤال ونفس نوع الهجوم حول موضوع الصليب والسبب الرئيسي هو فيه مفاهيم مغلوطة حول الصليب كشخص أنت بتخدم وعندك خدمة طبعا على الميديا إيه اللي عم بصير وليه حول هذا الموضوع واحدة من الحاجات المهمة اللي أنا أقدر أقولها ودي الأرضية المشتركة واللي احنا بنتفق عليها مع بعض أن موضوع الصليب زي ما حضرتك زكرت في المقدمة مش سهل فهمه حتى التلاميذ بالضبط لأنه المسيح اتكلم مش مرة واحدة مرارا وتكرارا عن الصليب لغاية ما المسيح صلب ومات وقام كانوا لسه التلاميذ مش مدركين معنى الصليب ولا الهدف من الصليب فإذا كان التلاميذ اللي اتربوا في مدرسة المسيح واللي اتعلموا من المعلم الصالح اللي هو أجدر وأقدر من أي إنسان آخر كانوا محتاجين التكرار وحتى التكرار ما علمش الشطار في الوقت ده لأنهم كلهم تناسوا وناسوا وكان فيه أسباب ممكن نتناولها في مرة تانية لكن الفكرة الأساسية النهاردة الشيطان يرفض أن يعرف الناس أهمية الصليب ويرفض أن يستفيد العالم بالعمل الكفار على الصليب نمر واحد الحقيقة التانية أنا أتذكر واحد من الخدام الرائعين كان في كتاب كتب كتاب عن الصليب الكتاب اسمه صليب المسيح وباللغة الإنجليزية كان بيقول حاجة من الحياة المهمة كان لدي الشرف أن أجاب له شخصيا في كلية اللاهوت أكثر من مرة ييجي في مصر اللي هو القصة جون ستوت القصة جون ستوت قال لو فيها عزة مسيحية تخلو من الإشارة للصليب وأهمية الصليب ما تبقاش عزة مسيحية وأنا باتطفق معها تماما في هذا الأمر لكن كمان لما نيجي نتكلم عن فكرنا العربي أن احنا شعب يعتمد على المسموعات دون التحقق من الأشياء يعني احنا شعب نخمن المعنى نفطرد سوء النية أحيانا أو في معظم الأحيان مش بندور على الحقيقة احنا مجرد المسموعات شعب يعتمد على السمع فهنلاقي الشعب ده محتاج أن احنا من مرة والتانية والتالتة نكرر له أهمية الصليب جسيس بعد إذنك يعني واحد من الأشياء التي أذهلتني جدا في هذا الموضوع أنه رغم عدم الفهم أو أحيانا إساءة الفهم للصليب في ظهورات المسيح للتلاميذ يعني مثلا مع تلميذي عمواز كان يشرح لهم الكتب ولما ظهر للتلاميذ في العلية كان بيشرح ما هو مكتوب عنه في التوراة في الأنبياء وفي المزامير اللي هو التناخ اللي هو توراة نفئيم كتوفيم اللي هو يعني كل العهد القليم واللي لفت انتباهه أنه المسيح حي أمام التلاميذ شفوه حي ومع كل هذا عم بيستخدم الكتب حتى يثبت أنه المكتوب في الكتاب هو أعظم دليل وأعظم شهادة على صلب وقيامة يسوع المسيح ده حاجة جسيس نظار والرسول بطرس قال حاجة من الحياة طبعا المسيح قال الكلام ده ولوق 24 ده فيه دروس رائعة وعظيمة لكن كمان رسول بطرس لما بيتكلم عن كنا معاينين المجد الأسنى وبتكلم أن احنا لا ندبع خرافات كنا معه في الجبل المقدس فالرسول بطرس في الآخر قال إيه؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت رغم الرؤية ورغم أننا شهدنا ورغم كل الكلام ده لكن الكلمة النبوية هي أثبت حتى من رؤيتنا أنه حتى يسوع لم يقول أمامك ومع أنه قال جسوني وكذا بس أنه كان بيشرح الكتب يعني هذا كان مهم جدا على موضوع يعني القراءة والتمعن والدراسة احنا منسمع بدون ما نفحص أو ندقق في الموضوع بالزابط حتى لما الرب يسوع المسيح قال لتلميزايا عمواس يعني أنا هاخد بسي الجزء من اللي قاله الرب يسوع لتلميزايا عمواس في عدد المسيح كان معاهم وكان ماشي معاهم يعني هو بشخص يعني ما فيش أكتر من كده لو إحنا نتكلم عن إعجاز ومعجزات ما فيش أكتر من أنك تعاين المسيح شخصيا والمسيح ماشي معاك في الطريق وأنت مش عارفه والكتاب بيقول أمسكت أعينهما لكن بنيجي الرب يسوع بيقول لهم إيه بعد ما قالوا كل الكلام ده اللي هو المفروض يؤكد صلب المسيح وقيامته لكن لسه برضو مش عارفين فقال لهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء فهنا الرب بيرجحهم تاني إلى النبوات صح أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب فهنا الرب يسوع المسيح بيرجحهم تاني فأكتر من مرة الرب يسوع المسيح بيرجح الناس أنهم يفتشوا الكتب يجروا الكتب يرجعوا تاني للمكتوب يمكن عجبني كمان أني واحد من أسرع الناس اللي تعلموا من المسيح اللي هو المولود أعمى صح المولود أعمى لما جروا يقولوا له اعتمجا لله نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ فقال لهم إيه يعني عايزوا يقول لهم أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيء واحد لكن حاجة تانية قال هلهم قال لهم ما فيش واحد خاطئ أنتوا علمتون أن الله لا يسمع للخطار منذ الدهر لما يسمع أن أحدا يفتح عيني أعمى إن لم يكن الله يعني إذا إزاي خاطئ أنتوا تعلمون أن الله لا يسمع للخطار وهو الله سمع لي وفتح عيني يبقى كلامكم غلط حسب تعليمكم فهنا أعتقد أن الرجل ده فهم الدرس وفهم الإسلوب بتاع رب يسوع المسيح أسرع من حتى التلاميذ حتى من الكهنة ومن الكهنة والكتبة والفرسيين المضاققين فديه مهم جدا جدا إن أنا أعرف الكتب لأن العهد القديم كله بيتكلم عن حاجة واحدة يمكن بعض الناس استغرب عن العهد القديم في موضوعات كتيرة بس الحاجة الأساسية والجوهرية في العهد القديم هو إشارة إلى المسيح الذي يأتي ويتألم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم والعهد الجديد كله بيقول أن اللي جاء له العهد القديم ده حصل أنه قد جاء وتألم وصلب ومات وفي اليوم الثالث يقوم لكن المشكلة أن للصليب أعداء وأهم عدو للصليب هو الشيطان لأن الشيطان هو اللي يرافض الصليب لأن في الصليب خلاص البشر والشيطان اسمه المهلك الشيطان جاء ليسرق ويزبح ويهلك عشان كده مهم جدا جدا إن إحنا قبل ما نتكلم عن الأفكار الخطيئة نعرف من هم أعداء الصليب فهنا بيقول الكتاب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص فالشيطان هو العادو الأول للصليب وخاصة لما نشوف ده في تجربة المسيح على الجبل هنلاقي الكلام ده في إنجيل لوقة أصحاح أربعة لو رحنا للإنجيل بحسب القدس لوقة أصحاح أربعة هنلاقي الشيطان بيجرب الرب يسوع المسيح أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من روح القدس وكان يقطاد بالروح في البرية أربعين يوما يجرب من إبليس ولم يأكل شيئا المهم إبليس قال له أول حاجة إن كنت ابن الله فقول لهذا الحجر أن يصير خبزا طيب إيه هدف إبليس هنا كان فيه تصورات عند اليهود للمسيح اللي جاي وهنا الكارسة جاسيس نزار التوقعات والتصورات دي بتدمر أي شيء فالتوقعات بتاعتهم إن المسيح لما هيجي هيعمل رخاء اقتصادي ورخاء سياسي بحسب التقليل اليهودي بحسب الفكر اليهودي فهيجي حرارهم من الرومان وهيجي يخلي رخاء اقتصادي فهيجي تطلع في كل مكان تلاقي الأكل وهنا الفكرة هنا إن ما يبقاش فيه جوع فلو المسيح عمل اللي جاله الشيطان يبقى اليهود مش هيتآمروا على المسيح ويصلوا بالمسية ويبقى كده الشيطان ناجح في إبعاد المسيح عن الصليب والتجربة التانية والتجربة التالتة في نفس الحكاية في نفس الإطارة أنا مش عايز أطول لكن في التلات تجارب الشيطان كل الفكرة عايز يبعد المسيح عن الصليب بس كان جواب المسيح اذهب عني يا شيطان اللي هو نفس الجواب اللي قاله البطرس بك يا شيطان فهنا نفس الحكاية إذن أي شخص يرفض الصليب هو يدبع عقيدة شيطانية عرف وانت بتتكلم يعني الرب جاب لذاكرتي آية بورس الرسول بيتكلم عن أصدقائه اللي كانوا بيخدموا معاه فبقول لأن كثيرين في فليبي صحاح 3 آية 18 لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم يعني دولا كانوا المفروض يخدموا مع بولوس لسبب ما بتعدوا فبسميهم أعداء الصليب بالضبط عشان كده أنا بقول أني لأن الشيطان عدو الصليب يعني مثلا المسيح يتكلم عن الشيطان هو كذاب وأبو كل كذاب نعم إذن كل كاذب وكل كذاب هو ابن للشيطان فإذا كان الشيطان هو العدو الأول للصليب فإذن كل من هو عدو للصليب هو يدبع الشيطان هو يدبع عقيدة شيطانية فأول مفهوم من المفاهيم أو الأفكار الخاطئة عن الصليب اللي الناس مش فهمة إيه معنى القوة الفكرة إحنا بنجلب الموضوع المفروض إحنا مخلوقين على صورة الله المفروض المفاهيم الحقيقية الأصيلة نخدها من الله أو مما أعلنه الله لنا لكن إحنا بنجلب الموضوع وبنخلي المفاهيم اللي إحنا بنعيشه فعلى سبيل المثال القوة عند العرب هو أنك أنت تبقى قوي تقدر تبيد ودي القوة الشيطانية لأنه مرة تاني أرجع تاني أن الشيطان جاء ليسرق ويزبح يهلك القوة أنه إزاي تسلب الآخر في الفكر العالمي القوة إزاي تسيطر وتمتلك الآخر تعالوا نشوف القوة في نظر الله القوة في نظر الله هو يجعل من الخراب شيء جميل لأن كانت الأرض خريبة وخالية عملية الله خلق خلق فهنا قوة تخلق مش قوة تهدم إذن القوة الهدامة هي قوة الشيطانية القوة التي تبني هي قوة إلهية فعشان كده هنا بنشوف الناس بنشوف المسيح على الصليب عاجز وده الفكر الخاطئ الأول أو المفهوم المغلوط الأول دايما بيسألوني طبعا كتير من الناس يعني ليه هو الله عاجز يعني في الموضوع حتى أن الناس اللي حوالين الصليب كمان قالوا خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسك إن كنت ابن الله إن كنت ابن الله إنزل عن الصليب هي دي المشكلة على فكرة الرب ودي حاجة مهمة أنا حضرتك ذكرتني في حاجة مهمة جدا جدا المسيح رأوا منه عمل معجزات كثيرة لكن لما طلب منه يعمل معجزة في المحاكمة ماما يرودس بن يرودس وبالاطس رفض أنه يعمل معجزة لأن معجزة المسيح ليس لإظهار قوته فهو عنده القوة أنا لو عند القوة مش محتاجة أظهرها فعشان كده معجزات المسيح هي لخلاص الإنسان أرجع تاني لفكرة البناء حتى الله نفسه عمل كل شيء مش ليتسلط على الإنسان ده أنا بشوف الله في الخليقة هو أخادم للإنسان زي الأب لو أب أو والدين متوقعين ابن بيعملوا إيه بيرتبوا له كل حاجة هنا بيخدموا الطفل اللي جاي الله عمل نفس الحكاية معنا المسيح على الصليب ما كانش عاجز لكن كان بيعمل حاجة كان بيخلص كان بيدفع الدين اللي علي واللي على الجنس البشري عشان كده الصليب كان انتصار ما كانش عايز لا وكمان في رسالة بولوس الرسول لكنيسة كورنتوس الإصحاح الأول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله في الصليب منشوف قوة الله حكمة الله وفداء الله وبر الله بالزبط عشان كده كاتب الرسالة العبرالين بيقول إيه عبرالين اتنين أربعة عشر وخمسة عشر بيقول إيه فإسقط تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما هنا بتكلم على التجسد بس التجسد ليه؟ عشان ييجي لكي يبيد بالموت نعم دا كالذي في حتى الديانات الغير كتابية لو سلطان الموت لو سلطان الموت أي بليس ويعطق يحرر أولئك في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس فعشان كده هنا الصليب انتصار لأن الصليب تباعه قيامة لو كان الصليب النهاية أنا أتفق أنه كان عايز يبقى الله غلب البشر لكن الصليب لم يكن النهاية الصليب كان تتمين لعمل المسيح الكفاري أنه ياخد بدالي ياخد مكاني وعشان كده لما قام المسيح أعلن انتصاره فهنا في انتصار يعني الكتاب كمان بيتكلم بكلوسيس ححة 2 إذ جرد الرياسات والسلطين أشهرهم جهارا جهارا ظافرا بهم فيه أي في عمل الصليب يعني فضح كل مملكة الظلمة اللي فكروا أنه الصليب هو النهاية بل بالعكس كانت فضيحة إلهم أنه الصليب هو وسيلة كان للخلاص وطبعا الثمرة هي ثمرة القيامة أمين ده رائع جدا حان جرسيس الكمان ليه الصليب مش عايز العايز لما تيجي تجبرني أن نعمل حاجة يعني مثلا على سبيل المثال معرفش اللي كانوا بيشوفوني معرفش إذا كان الكلام ده لسه موجود أو مش موجود لكن في الجيش كان فيه حشتين كان فيه في الجيش الحاجة الأولى أنك أنت تكون عسكري ملتزم بقواعد الجندية تماما وكان فيه حاجة تانية عشان تستريح من القواعد الجندية تروح تخضع لواحد من الزباط وتبقى خادم له بس هنا الخدمة إجبارية يعني أنت مجبر أنك تعمل كده فبيخليك تعمل أي حاجة حتى بعيد عن اللي بيتطلب الجيش وكان الشخص اللي بيعمل كده كان الناس كلها بتحتقره لكن لو أنت جالك ضيف أنا فاكر كويس جدا جدا أنا روحت مرة كنت في قرية من القرى بخدم ورحت بيت بيت عمدة القرية أنا جمت لجيت ابن العمدة مورنش الجزم مساحهم يعني مساحهم وورنشهم اللي هو التلميع المهم الفكرة دي هو ابن العمدة ده حد يجبره أنه يعمل كده لكن هو عمل إيه؟ جنب عمل الخدمة طوعا وهو اختار هذا الإشياء هو اللي اختاره أنه يعمل كده ده إحنا إحنا لما كنت أنا وحد كمان صديق لما جمنا لجينا كده إحنا فزعنا لأن ده عمل يعني إحنا بالنسبة لنا كان إحراج شديد لنا إحنا اللي شعرنا بالخزي مش هو عشان كده الصليب في فليبي 2 من 5 إلى 8 هو على فكرة بمصر يعني بيعمله ده لأنه كنت أصحى من النوم ألاق الملابس مغسولة ومكوية ومحطوطة مع رشب أي ساعة بياخدوها من غير ما تعرف وده عشان طوعا واختيارا وحبا فيك شخص محبة لكن لو قلت له اشتغل الشغلانة دي بره يحس أنها لا ما اشتغلش ايهانة فهنا الصليب كان طوعا واختيارا في فليبي 2 من 5 إلى 8 بيقول ليه فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذا كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله هو كده معادلا لله هو الله لكنه أخلى نفسه أخزا سورة عبد هنا مين اللي أخلى مين اللي أجبره أن ينزل محدش هو بنفسه اللي قرر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابن الوحيد محدش أجبره أن يعمل كده أخلى نفسه أخزا سورة عبد صائرا في شبه الناس إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاعه حتى الموت هنا طاعة مش إجبار وأطاعه حتى الموت موت الصليب كلي بالنا من حاجة تعلم الطاعة فيما يتعلم كابن فيما تعلم الطاعة كونه ابنا فيما تعلم الطاعة هنا أنا أريد أن أربط بين الطاعة والعسيان إحنا مشكلتنا وكرستنا في عسيان آدم لوسية الله أيوان عشان كده كان حل العسيان إيه عكس العسيان الطاعة على فكرة من حاجات اللي أنا جريتها من الحياة الجميلة اللي أنا جريتها أن الطاعة هي المعجزة الكبرى لأنه لو لم يكن أطاع لما ذهب للصليب وهنا بنشوف الربط الإلهي العجيب العسيان يحل مشكلته به بالطاعة الموت حل مشكلته بالموت والقيامة عشان كده وأطاعه حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وعطاهه إسما فوق كل إسم طبعا أنت عم بترد على أساس أن البعض بيعتقد أنه هذا عجز بالزبط أنه ما هواش عزج عجز هو فكرة الطاعة والاختيار أنه يعمل هذا الشيء لمصلحتنا الحاجة الثانية كمان أنه مش بمشورة الناس دي بمشورة الله المحتومة وعلمي الصابق الفكرة اللي أنا عايز كمان أركز عليه جسيس نظار وأنا أعرف تماما أنك هتتطفق معي في كده ولو اختلفت معي أنا أحب أتعلم منك حبيبي فعلى سبيل المثال في فكرة مشورة الله المحتومة الجماعة الكهنة والكتبة وفرسيين والصدقيين وكل الجماعة دول وهم بيشتغلوا كانوا فاكرين نفسهم هما هيقدروا ينهوا قصة المسيح وما كانوش يعرفوا أنه هما أدوات للخلاص وكان هدفهم الهدم ما كانوش يعرفوا أنه هما أدوات للخلاص عشان كده الرسول بوتروس في يوم الخمسين وهنا مين اللي بتكلم الرسول بوتروس اللي أنكر المسيح أمام جارية هنا ليه بيشهد الرسول بوتروس لأنه ده بعد القيامة وبعد سكن الروح القدس في التلاميذ في أعمال اتنين ففي أعمال اتنين بيقولهم أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأخوال يسوع النصري الرجل قد تبرها أنا لكم من قبل الله بقوات وعجاب وآيات صنع الله بيدي في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثى ما صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناكدا أو جاع الموت إذ لم يمكن لم يكن ممكنا أن يمسك منه هنا وخلي بالنحن عندنا في الحداث في العادة القديمة إخوات يوسف كان هدفهم إيه إنهاء قصة يوسف في النهاية بعد اللي حصل ليوسف على فكرة يوسف ده قصة رهيبة لأن يوسف كل خطوة في حياته ضد موعيد الله ليه موعيد الله ليه إنه يكون عظيم يدباع كان ممكن يقتل بدل القتل بيع عبد بيت فوتفار يكون أمين في بيت فوتفار وكل ما يكون أمين مع الله كل ما تحصل له كارثة يعني ده ممكن يقول له ربنا يعني لو إحنا هنا أنت فين يروح لكن في النهاية يوسف يقول لإخواته أنتم قصدتم بيه شرا أما الرب فقصد به بالشر بتاعكم الله حوله للخير هي نفس الحكاية لكن الصليب نفسه مشروط الله الأزلية الذي بروح أزلي قدم نفسه بالزرح مكتوب في العبرانيين بالزرح افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر لنا إيش في الأزمنة الأخيرة ده الفكر الواضح أن هذا الفكر مش مفاجأة للرب لا بالزبط لأنه ناس فكرة أوه آدم أخطى وبعد كده الله بتده يفكر وإلا بكون شهيد بكون شهيد وعشان كده نيجي للحاجة اللي بعد كده أن الصليب كان تحقيق لوعد الله في تكوين ثلاثة خمستاشر نعم وهنا عند وقضى عدى وبينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك وأنت تصحقين عقبه جسيس نزار أنا بشوف في الوعد ده خمة النعمة الناس اللي فكرين النعمة لأن فيه ناس حتى من أخوتنا وأصدقائنا وأحبائنا المسيحيين فكرين أن العهد القديم ده كان عهد النموس وما فيهوش نعمة والعهد الجديد ده هو عهد النعمة كل قصة في العهد القديم تظهر نعمة نعمة بالزبط حتى الخلق نفسه هي النعمة إيه؟ أن أنا أخذ شيء لا أستحقه لأ وبعدين مثل ما بقول الكتاب أمسكت أعينهما عن معرفته عن معرفته فبدنا هيك عملية تفتيح عيون حتى ندرك فكر و سر الله بزبط حتى الخلق نفسه نعمة لأن أنا لا أستحق الخلق إيه الاستحقاق اللي خلينا تخلق ولا حاجة فهنا النعمة كمان النعمة هنا في وضع العداوة إيه؟ هل في العداوة نعمة؟ أول حاجة لو إحنا شفنا هو آدم عاص الله إزاي؟ أو سقط إزاي؟ لما الشيطان جاء كصديق لآدم للإنسان ويقول له أنا أوريك طريق أفضل من طريق الله على فكرة في ناس كتيرا النهاردة بتقول للناس أوريك طريق أفضل من طريق الله أحقا قال الله أحقا قال الله أوريك طريق أفضل من طريق الله يعني في ناس بيقول لك إيه؟ المحبة المحبة يعني الله محب كل الناس هتروح السماء حتى دلوقتي يعني أحدث ما سمعت في الفكر الإسلامي الشيخ علي جمعة كان بيقول يمكن ربنا يلغي تجأس النار في الآخر لأنه الله رحيم لأنه الإنسان عمل نفسه إله عمل بالزبط وبيقرر كأنه هو الله لكن أنا هنا بشوف حاجة المحبة الحقيقية يمكن كنت بشارك حد قبل البرنامج المحبة الحقيقية لو أنا بحب أولادي لما يغلطوا بقومهم نعم وبقول لهم ده غلط لو واحد تاني ما همنيش أمره غلط مش مشكلة طبعا أنا كمسيح المفروض همني أمره كل الناس فهنا بيقول أضع عدوة ليه؟ هنا كان في صداقة بين الشيطان والإنسان اللي هو جل له وريك طريق أفضل لنت متابل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تكونان كالله عارفين الخير والشر فهنا في صداقة أصبحت بين الإنسان والشيطان صداقة كذبة فالله وضع العدوة بين الإنسان وبين الشيطان ووضع العدوة بين ممثل الجنس البشري شخص ربنا يسوع المسيح ناصر المرأة وبين الشيطان لأنه هو جاي يهدم عمل إبليس ويبيت إبليس بالصليب فكان تحقيق لوعد الله في تكوين 3.15 جاء ابن الله لينقض أعمال إبليس الإرهاب لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا يسوع قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل قسيس يعني موضوع كبير أكيد وحلو أنا عارف أنك كنت عم تختصر بس حب بعطي فرصة أنه يمكن أنت بتفكر أنه الصليب عجز وهون يعني سارت بعض النقاط المهمة القسيس ثابت يريد ترجع للحلقة مرة تانية حتى نستوعب أكتر هذه الأفكار ولكن برضو أحب أعطي فرصة إذا الموضوع عم بثير في نفسك تساؤلات ويمكن أنت بتعمل أمور عن جهالة أو يمكن بتقاوم لأنك عم تحمي عم بتدافع مثلا عندينك وكل الحالتين خطأ لأنه أنت المفروض تبحث والمفروض تعرف الحق ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصليب أهلا جسيس ثابت مرة تانية طبعا أنت ذكرت أنه أكبر عدو للصليب هو الشيطان فيقاوم بشتى الوسائل وبكل وأنواع الطرق حتى يبعد الإنسان عن فكرة الشيطان وكما قال المسيح لبوتروس اذهب عني يا شيطان قال نفس التعبير للشيطان نفسه اذهب عني يا شيطان لأنه مكتوب وبعدين حكيت في نقطة أولى أنه كتير ناس بتفكر أن الله عاجز وسردت بعض النقاط لو عندك نص دقيقة بس تفهمنا الفكرة عشان نفوت بالنقطة التانية طبعا الناس اللي بتكلم عن الله عاجز زي ما قلت في الأول الناس مش فهمين مفهوم القوة ففاهرين القوة هو أنك انت تهدم شيء لكن القوة حسب الفكر الإلهي هو أنك انت تبني فالمسيح في الصليب أعاد الحياة لنا وحتى الرسول بولوس في رسالته التانية إلى تيموساوس الأصحي الأول بيقول الذي أبطل هو أعاد لنا الحياة حتى أنه الكتاب يتكلم أن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة يبقى الخليقة التي هدمها الإنسان الأول آدم أصبحت خليقة جديدة من خلال عمل المسيح في الصليب عشان كده قلنا أن الصليب كان طوعا واختيارا قلنا أن الصليب كان انتصار لأنه أعطق الناس من عبودية إبليس الصليب كمان كان تحقيق لوعد الله الصليب كان بمشهورة الله المحتومة وعلمه السابق فكل ده بيورينا أن الصليب ما كان عايز لكن الصليب كان انتصار انتصار وبعد الصليب فيه كان قيامي أكيد المسيح قام وهزم الموت خلينا نكمل فإذن النقطة الثانية اللي عاوز تشارك فيها تفضل جسيس فيه اللي هو بيقولوا أن الله غير عادل دي النقطة الثانية والنقطة الثالثة وعشان اختصار AUTHORWAVE لأننا عارف أن الوقت مافيش مش باقي وقت كتير الله غير عادل أو الله عاجز عن الوفران دي النقطة الت lettية وثالثة فالله غير عادل يسمح بصلب البار وإعفاء الفاجر ليه الله يخلي البار يصلب ويعف الفاجر اللي هو الانسان هنا في حاجة الناس مش فاهمها عن الله أول حاجة إن كل صفة في الله هي صفة جوهرية مش صفة بتشتغل بعض الوقت وبعض الوقت الصفة معطلة الله عادل طول الوقت عدله أزلي الله رحيم طول الوقت رحمته أزلي طيب هنا العدل يقتضي إن الإنسان يموت لأن الله جال لآدم إنه يوم تأكل من الشجرة موتا تموت فده العدل إن بعد ما يأكل آدم من الشجرة يتم الموت طيب الرحمة فين؟ لو الله حقق العدل يبقى كده صفة الرحمة مش تغلتش الصفة زي ما قلنا لو في صفة تعطلت في الله يبقى في خلل في الله فالله عادل طول الوقت ورحيم طول الوقت فإيه فين رحمة الله يبقى؟ لازم يتم الرحمة والعادل التوازن في الصفات الإلهية بالضبط إنت حدوتك يعني أصابت الكابد الحقيقة زي ما يقوله في فكرة دقة اللفظ يعني مش ممكن تأخذ حقيقة وتلغيه يعني صفات الله هو عادل فكيف يظهر العدل؟ طب الله رحيم كيف يظهر الرحمة؟ بالضبط فرحمة الله تنقذ الإنسان وعدل الله أن يموت الإنسان طب يتعاملوا إزاي؟ يبقى لازم واحد يموت نيابة عن الإنسان أنا سمعت قصة والقصة متدولة أن في ملك عادل بنته أخطأت وكانت لازم أنها تجلد طب هو عايز يرحم بنته وهو يحب بنته يعي يرحم بنته فخلع سياب الملك وخد مكان بنته هنا تمم العدل في نفسه وفي نفس الوقت عفى عن بنته تمم الرحمة لبنته هنا نفس اللي عمل الله مع البشر الله تمم العدل في المسيح وكمان تمم الرحمة في المسيح برضه أيها ففي المسيح وحده تلاقى العدل والرحمة في الصليب ما فيش حد تاني غيره يقدر يعمل كده لأن هنا هو طوعا واختيارا شال الزم ما حدش أجباره فعشان يرحمنا يدينا شيء لا نستحقه وفي نفس الوقت وفى كل مطالب العدل الإلهي فهنا فده ما حصلش غير بالصليب يعني لو حضرتك لا في هويته شخصية المسيح لأن المسيح تجسد كابن الإنسان الكامل بدون خطيئة لأنه استحالي أي شخص يفديك أو يفديني لازم يكون كامل بلا خطيئة ولازم يكون إنسان ولازم يكون إنسان عشان كده الرسول بولوس بيقول عن آدم الأول وآدم الثاني أو آدم الأول والمسيح نعم عشان كده كلمة بسرعة سطر بسرعة للناس اللي بينكروا تاريخية آدم لو أنكرت تاريخية آدم هتنكر تاريخية المسيح أيوة لأن الاتنين مع بعض يعني أنت بقول على أساس فيه ناس بتآمن أنه في خليق قبل آدم وفيه ناس بتقول أن آدم ده مش شخصية تاريخية شخصية وهمية وهمية فاللي بينكر ده هينكر ده فاللي ينكر ده اللي ينكر تاريخية آدم مش مسيحي لأنه أنكر تاريخية المسيح في نفس الوقت فهنا بنشوف أن المسيح ممثل عن الجنس البشري وكلمة ممثل يعني نائب عن الجنس البشري مش بيمثل لأنه هو ونرجع تاني للآية في العبرانية بيقول فقيس قد تشارك الأولاد في اللحب والدم اشتركوا أيضا كذلك فيهمها لكي يبيد بالموت زاكرة اللازي له أو سلطان الموت يعني دائما نسمع من أحبائنا المسلمين الله على كل شيء قدير كن فيكون هل ضروري يكون في صليب يعني مين فينا يسأل الله شو بيعمل الله يقدر أن يغفر بكلمة فشو الرد يعني أنه الله عجز عن الغفران رغم أنه هو اللي خلق كل شيء ده كلام رائع وعلى فكرة ده سؤال يعني واحد من أحبائنا بقول ألم يكن ممكن على الرب غفران الخطايا بدون صلب المسيح وبدون تعذيب المسيح الفضيع بالصلب واحد من أحبائنا المسلمين سأل هذا السؤال وفيه سؤالين برد عليهم بسرعة بعد ما تجاوب على هذا السؤال ده سؤال رائع وخاصة أني طبعا الله قال فكان أمر فصار فبكلمة خلق الكون كان يقدر بكلمة يغفر لا ينهي الجنس البشري ده وبكلمة يخلق جنس بشر جديد كان يقدر وكان بكلمة يغفر بس في الحالتين لو أنا الجنس البشري يبقى صفة الرحمة تعطلت اللي احنا قلناها قبل كده وعاجز وهنا وفي نفس الوقت هو خلاص في صفة معطلة يبقى الله عاجز ده بالعكس ده فكرة أن الله يغفر بكلمة هنا يبين عاجز الله مش كمال الله والأخوة الله لأن هنا في صفة تعطلت في الله طبعا لو فيه عدو تعطل في جسمنا بيقولوا علينا إنسان عاجز فالله حاشا أنه يكون عاجز الحاجة التانية الله كان يقدر يخلق خلق جديد صح لكن برضو هنا برضو بيغيب صفة الرحمة بيكون في صفة الله لا يناقض طبيعي بزب لكن حاجة تانية كان شخص صديق لي سألني السؤال ده وهو شخص ميكانيكي رائع ميكانيكي سيارات رائع والمهم الإجابة جات في وقتها لأنه كان عنده عربية بيحبها جدا جدا العربية من جديمة بشكل فضيع يعني عشان يصلحها هيتكلفوا كتير تعب وشغلوا والكلام ده كل فأنا بسأله لما سألني السؤال ده قلت له طيب ما العربية دي يعني أنت تقدر ترميها وتجيو بحدها غيرها فقال لي في حشتين يا آه هتكلفني إن أنا صلحها أكتر من أجيو بحدها غيرها لكن الحاجة الأولى أنا بحب العربية دي الحاجة التانية أنا بحب أشتغل في العربية دي وأصلح العربية دي عشان تشتغل تانية لأني بحبها فهنا وأنا قادر أن أعمل كده فالله بيحب الإنسان وقادر أن يرحم الإنسان ويتمم عدله في نفس الوقت لأنه لو غفر بكلمة يبقى لغى فكرة العدل لأنه الله الله بيحب الإنسان عشان كده أبقى على الإنسان وفي نفس الوقت الله رحيم رحم الإنسان والله عادل تمم عادله في المسيح يعني قبل أن نكمل بس عشان اللي سأل يعني بتأمل أن الجواب كان شافي كافي وإذا محتاج لمسيط المساعدة الرحية بنفضلك تواصل معنا وبعد سؤال بقول كيف استطاع المسيح البقاء على الصليب ست ساعات المسيح كان على الصليب ثلاث ساعات الساعة الثالثة للساعة ستة رغم الألم والمعاناة الفضيعة لا أظن أن الطبيعة البشرية تستطيع البقاء كل هذا الوقت لا هو حقيقة فكرة الصليب هو أشد أنواع التعذيب الروماني والغرض منه أنه يطيل التعذيب لأنه اللي بموت على الصليب مش بموت من أثر الجراح بموت من الاختناق فكونه يعلق الشخص على الصليب فيحط النوع من الخشن يستند علىها كل شوي لما القفص الصدري بينقبض فحاول يرفع نفسه عشان يمسك الهوى حتى أخيرا يستسلم بس المسيح كان يعني بدون نوم جلد وضعه إكليل الشوك على راسه بالضرب كل الليل وخلال النهار والمسافة والرحلة الطويلة طبعا كل هذا والجلد الروماني كان من أصعب جلد فتعلق على الصليب ثلاث ساعات وكان في ظلم كثيف وكان في زلزلة عظيمة وتفتحت القبور في القيام ظهروا للعديد وحجاب الهيكل انشق من فوق إلى أسفل وعلى فكرة موت المسيح هو قال ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخذها يعني مكتوب نكس الرأس وأسلم الروح عادة واحد لما رأسه بنزل خلاص يعني لكن واضح أنه هو اللي سلم روحه لالله السؤال الثاني هل صحيح أن المسيح دفن في القبر وهو لم يكن ميت كان إغماء طبعا هاي نظرية سخيفة جدا حاولوا يروجوها أنه المسيح أنزل عن الصليب ومن خلال برودة القبر أنه تعش ولكن فيه كتير يعني أمور الجلد والصلب والموت والطعن بالحربة وشهادة القائد المئة وكل الشهود والكفن اللي حطوه كله بتثبت أنه المسيح مات فعلا وهل يستطيع المسيح أن يدحرح حجر لو كان أغمي عليه وأنه يمشي بين التلميذ كمون فيعني نظرية سخيفة جدا بالأصل وبصراحة عيب أنه الواحد حتى يجاوب على الأشي من هذا المضوع يعني أنا بفهم الناس اللي بتهاجم الصليب مش عاوزين أنه المسيح يتصلب ولكن اللي بدافع عن الصليب ب يعني شره البلية ما يضحك يعني بأشر أنك تقول لا أصلاب بس هو أغمي عليه والناس من زمان ما كانوش أزكياء بيعرفوش يقالوا لا حبيبي الناس كانت أزكة مننا الأيكيو تبعا هن أعلى مننا إحنا اليوم ما علينا فس حبيت أجاوب بسرعة لأنه بعد أسئلي عن إخلاص فأنت ذكرت أنه العدل والرحمة وذكرت كمان الغفران أنه الله بيغفر أنه أنه مش عاجز أنه يتكلم بالكلمة تفضل أعني نجي لأن احنا الوقت فعلا بيجري مننا هل كان يرفض المسيح الصليب ده ده واحدة من الأفكار المغلوطة أو المفاهيم المغلوطة أنه بيغضوا بعض الآيات ويقولوا المسيح كان رافض لا يوجد أصلا آيات هو كل ما هناك بس اتعب لك عشر دقائق في كل صفحة من صفحات الإنجيل بتشوف الصليب اتعب بس عشر دقائق هم بيأخذوا جزء من مثلا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس أوكي ولكن الجواب شو جواب المسيح لا وغير كده المسيح نفسه بيكمل هم مش بيأخذوا الكمال يعني هم هو الفكرة هو مش البحث يعني بيجي لك يعني أجاد الوحد مثلا في دينه أو في موضوعه ما في أقتبس شيء إخفاء للأمر هنا بيكون أنا مرائي وكذاب ودجال يعني لازم تكون حقيقي يعني البحث البحث عن الحقيقة يختلف تماما عن إخفاء الحقيقة وهي الفكرة إيه إحنا عندنا ما هو الفكرة أنت بتتبع مين بالظهر مين إلهك ومين أبوك صح إلهي بيقول إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين لن يقدر أن ينكر نفسه يعني عدم أمنتنا لطبط الأمنة الله لكن لما آجي أنا عندي إله بيقول عن نفسه خير الماكرين أو بيبيح الكذب في مواقف فأنا بس الكتاب المقدس بغدنا واضح جدا يعني زي بيختبس نص الآية طب كملها عشان كده إحنا مش بس رد على الجواب لكن نفس إحنا نتذكر مع بعض تعليم المسيح وكلام المسيح أيوة يعني مثلا في الإنجيل بحسب القديس موركوس 26 يقول ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلق لأن يا أبتا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء إلى التلميس فوجدهم نياما فقال لبطرس هكذا ما قدرتم أن تصهروا معي ساعة واحدة اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف فمضى أيضا ثانية وصل الله قائلا يا أبتا إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك هنا مش رد بس على الأخواتنا المسلمين لكن كمان أنا بتعلم من الآيات دي إيه أن الرب يسوع المسيح بيقول إن مشيئة الله هي اللي أنا بطلوبها حتى رغم ضعف الجسدي لأن الرب يسوع المسيح هنا ذكر الروح نشيد أما الجسد فضعيف رغم ضعف الجسد ورغم كمان شدة الألم وقصوة الألم والمسيح هنا بيعبر عن أن الآلام التي اجتازها المسيح في أثناء المحاكمة والصلب كانت آلام حقيقية تحملها المسيح لكن أطاعة طوعا واختيارا وعلمني دايما إن في كل الظروف أقول له فلتكن مشيئتك فهنا بتكلم عن تكن مشيئتك ليه لأن بعض الناس بيرجعوا تاني بيقول لك آه مش هو المسيح صلى والكتاب بيقول سمع له لأجل تقوى يبقى الله سمع لي الطلبة دي اللي بتاع تعبر عني طب وما سمعش لي الطلبة التانية اللي بيقوله فلتكن مشيئتك هاي دا يعني هاي الإشكال صح فدي دا دا دي الإشكاليات هل بالكلمات دي قصد المسيح اللي يزال للصليب إطلاقا من الصعب إن إحنا يجي المسيح اللي جاي بيعلم تلاميزه إنه يتألم وفي اليوم الثالث يقوم يكون هو مش هدف الصليب لأنه المسيح زي ما ذكرت في الأول جانب الجسيس لما قال له بطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثر لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس هنا إيه الفكرة بتاعتها تهتم بما للناس ومش بتهتم بما لله لأن هنا قصد الله ومشورة المحتومة إن المسيح يقتل يصلب كلام الناس عايزين ملك منتصر متوج يقدر يغلب ويدمر زي ما بقولنا في البداية القوة الشيطانية فعشان كده لما بطرس انصاق لفكر الناس والفكر الشيطاني المسيح قال له اذهب عني يا شيطان ومش بس حتى بطرس في بستان جات سماني مع إن النية كانت سليمة ولكن ما فهمش المقاصد اللهية لما ضرب أذن عبد رئيس الكهنة قال له رد سيفك إلى غمدة لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف هلكون ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل لي إثنى عشر جيشا من الملائكة يعني أنا مش محتاج لمساعد يا بطرس أنا جاي من أجل هذه الساعة وكمل آيات العديدة كده مرة في العهد جديد المسيح ذكر إنه جاي لهذه الساعة وثبت وجهه نحو أورشلين لما حاولوا يكتر المسيح أكتر من مرة قبل ساعة وما تيجي اشتاس فوسطهم ولهم يروح فهو يقدر نعم فده بيوضح الحاجة التانية بنشوفها إزاي يرفض الصليب وهو بيجيب ويأكد ويتم فيه كل المكتوب بكلام الأنبياء على سبيل المثال محتقر ومغزول من الناس رجل أوجاع ومقتبر الحزن وكمسطر عن وجوهنا محتقر فلم نعتد به إشعية 53 بيقول لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناها مصابا مضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفينا هاي نبوة سبعمائة سنة قبل الحدث قبل الحدث لبق إشعياء حتى نفسه ده النبوة دي ما كانتش تحت سلطة رومانية يعني حتى إشعية ما كانش يعرف أداة الإعدام ولا الطريق ولا الكلام ده كله فبنشوف هنا بيأكد تفاصيل على فكرة جسيس نزار واحدة من الحاجات اللي بتؤكد دقة الكتاب هي النبوات في إيه؟ لأن النبوات جاءت قبل مجيء المسيح بمئات السنين وبعضها بألاف السنين فهنا هذه النبوات لما تيجي تتحقق في المسيح تفصيليا وفي شخص واحد بس يبقى هنا أنا بتكلم عن كلمة الله الحية الفعالة الباقية الدقيقة كمان فهنا بنشوف إشعية بيتكلم عن الصليب وطبعا أنا مش أجرأ كل إشعية 53 لأنه في آيات كتير طبعا مش بقى بالزبط المسيح نفسه علم تلاميذه عن الصليب اللي احنا اتكلمنا وهنا لأنه كما أن البرقي الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه ولكن ينبغي ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل يبقى هنا بيتكلم عن أن المسيح جاي عشان يتألم المسيح نفسه بيقول كلام ده لما هو بيقول على نفسه الكلام ده إزاي يرفض الصليب دليل على المجيئين المجيئ الأول جاء للخلاص يموت على الصليب ويقوم المجيئ الثاني مثل البرق يعني وطبعا أخ قسيس ثابت أنا عارف أنه في آيات وآيات سواء في العهد القديم في العهد الجديد سواء في الذبائح في الرموز في الكلمات في النبوات يسوع نفسه تنبأ مرارا وتكرارا في العهد الجديد قدامني يمكن يكا دقيقتين ونص ثلاثة طيب آية الرسالة يعني اللي هو المفاهيم المغلوطة عن الصليب كيف ممكن تتصحح ما هي مش هتتصحح إلا بأن نحن نرجع تاني نجرأ الكتاب المقدس ونجرأ كلمة الله ونشوف التعاليم الحقيقية مش هتتصحح غير لما أنا باجي وأقول يا رب اكشف عن عناية بدل ما أسلم نفسي للشيطان وأبقى خاضع للشيطان اللي هو بيحاول يضللني ما هو الفكرة جسيس نظار أن مرات من كتر التضليل اللي حوالي أنا بضلل نفسي الحاجة اللي أنا أقدر أقولها للإنسان أنا مش هنفعك ومش هستفيد من إيمانك لا إيمان هينفعك ولا إيمانك هيفيدني يعني على سبيل المثال إحنا ما عندناش أني لما أجيب واحد للمسيح لأن أنا مش بجيب حد المسيح الله هو اللي بيجيب لنفسه نعم إحنا أدوات نوصل الكلمة فحتى وإحنا أدوات نوصل الكلمة أنا مليش سواب أنا عند الله مش هيوزن حسناتي وسيئاتي أنا كل اللي أنا بعمله لإني بحبك لإني بحب الله علمني إن أحب حتى أعداي ولإني بحبك فأنا بجدم لك رسالة الخلاص ورسالة الخلاص إن ما فيش طريق تاني للخلاص إلا من خلال المسيح اللي جال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة فهنا الكتاب المقدس بيتكلم عن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص ليس أحد يأتي إلى الآب إلى الله إلا من خلال المسيح ومحدش هيروح السماء إلا من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب لأنه وحده اللي أعاد لنا السلام مع الله من خلال عمل الصليب فأنا بتمنى إنك أنت تصلي وتقول يا رب اهديني إلى طريقك علمني طريقك أنا عايزك تخلصني من عبودية إبليس أمين أمين وأنا بضم صوت لصوتك قسيس ثابت وأنا عارف إنه كان آيات كتير ونقاط كتير لازم نحكي عنها ولكن بسبب إن الوقت أزف ولكن بصلي إن الروح القدس يلمس قلبك ويلمس حياتك وربنا يبارك قسيس ثابت ويبارك خدمتك شكرا شكرا جزيلا صدقوني هاي السنة احنا منحتفل أربعين سنة بالخدمة يعني ممكن أقول بكل جراء شفنا أكتر من مليون شخص سلم حياته للمسيح بحياتنا ما أجبرنا إنسان أو أغرينا إنسان بل بالعكس دائما نقول كل شخص بيجي للمسيح لابد أن يواجه الاضطهاد فهو ما هواش هذا سر لأنه آمن بصليب يسوع المسيح وأنا اليوم بدعوك عندك يمكن مفاهيم مغلوطة عن الصليب أعطي نفسك يوم أو يومين تقرأ الكلمة بس خلي بالك إنه الوقت مقصر ممكن المسيح يرجع في أي لحظة صلاة بسيطة يعني ممكن تقول له يا رب افتح زهني افتح عيني في أبسط من هاي الصلاة صليها قل له يا رب افتح عيني وصدقني إذا فتحت عينيك لابد أن ترى يسوع تتمتع بهذا الخلاص العظيم تكتشف هذه المحبة العجيبة وترى أنه أنت وأنا كنا المجرمين نستحق جهنم لكن محبة المسيح ظهرت وأنقذتنا من الجحيم حتى نكون معه في كل حين ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر